اشتركوا في القناة في حترة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى على ما حظي به سموه من عناية ومتابعة واهتمام من جلالة العاهل المفدى خلال فترة الفحوصات الطبية وهو ما كان له أعظم الأثر وأبلغه في النفس كما وجه سموه الشكر والتقديل لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى قادة الدول الشقيقة والمسؤولين فيها على ما أبدوه من مشاعر طيبة إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الشكر والتقدير إلى كافة المواطنين والمقيمين على ما أظهره من مشاعر مفعمة بالمحبة ومواقفة تعكس قيم الوفاء ستظل خالدة في الوجدان ومستغرة في الأذهان وشواهد حية على التكاتف والتلاحم في البحرين قيادة وشعبة إلى ذلك فقد هنأ صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن سموه ونيابة عن مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على نجاح الفحوصات الطبية التي أجرها سموه ومغادرة للمستشفى بعد أن من الله عليه بالشفاء سائلا سموه المولى عز وجل أن يديم على صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء موفور الصحة والعافية والعمر المديد ويجنبه كل سوء ومكروه لمواصلة مسيرة البذل والعطاء لهذا الوطن العزيز وشعبه الكريم بعدها شاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل السعود عاهل المملكة العربية السعودية بما حققته المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل قيادته من إنجازات ومنجزات عززت الدورة الريادية الكبير للمملكة العربية السعودية إقليميا وعربيا ودوليا ونجحت المملكة بفضل الإدارة الناجحة لخادم الحرمين الشريفين في معالجة ونصة القضايا المصيرية التي تهم العرب والمسلمين ووصلت المملكة العربية السعودية بفضل حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين مسيرتها نحو التقدم والازدهار والرخاء وبمناسبة تولي معالي السيد أنتونيو جوتريلس مهامه كأمين عام للأمم المتحدة فقد قدم صاحب السمو الملكي رئيس المزراء خالس التهاني للأمين العام للأمم المتحدة متمني سمو له كل التوفيق والنجاح في تحقيق كافة الأهداف السامية للأمم المتحدة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين والقضايا الإنسانية وبرامج التنمية بعدها أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن التحقيق جار في حادث الهجوم المسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في جو من جميع جوانبه وحيثياته مؤكدا سموه عزم الحكومة الحاسم والحازم في التصدي لمثل هذه الجرائم ومنع تكرارها بإجراءات تحفظ الأمن والاستقرار وتكفل تقديم الجنات للعدالة لينال القصاص وعلى صعيد ذي صلة فقد أدان مجلس الوزراء حادث الاعتداء الإرهابي الذي وقع في أستنبول بتركيا واستهدف المدنيين والأبرياء مؤكدا وقوف مملكة البحرين إلى جانب تركيا فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات الآتية وثق مجلس الوزراء على اعتماد الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة المرفوعة من اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي تضمنت عددا من الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة بما في ذلك من الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 5% من استهلاك الطاقة الكلي في البلاد وأن يتم اعتماد هذه النسبة كهدف وطني يتم الوصول إليه بحلول عام 2025 على أن ترتفع هذه النسبة إلى 10% بحلول العام 2035 كما قرر المجلس إدراج أعمال وحدة الطاقة المستدامة ضمن إطار أولويات العمل الحكومي فيما وافق المجلس أيضا على عدد من التوصيات الأخرى التي رفعتها النجلة المذكورة أعلى والتي عرضها وزير شؤون الكهرباء والماء في مذكرته المرفوعة لهذا الغرض ثانيا بحث مجلس الوزراء مشوع قانون جديد للصحافة والإعلام الإلكتروني يحل محل قانون تنظيم الصحافة والتباعة والنشر رقم 47 لسنة 2002 من أهم ملامح مشروع القانون الجديد أنه ينظم من عمل الإعلام الإلكتروني للمؤسسات الإعلامية ويمنع حبس الصحفي والإعلامي احتياطيا بسبب اتهامه بالجرائم المشاري إليها في مشروع القانون كما يحضر مشروع القانون فسط الصحفي أو الإعلامي عن عمله إلا بعد إختار وزارة شؤون الإعلام والهيئة المهنية التي تضم العاملين في القطاع الصحفي أو الإعلامي بمبررات الفصل بشهر على الأقل ويجرم مشروع القانون كذلك من يعتدي على الصحفي أو الإعلامي أو حتى المراسل بسبب عمله ويعاقبه بذات العقوبات المقررة للاعتداء على الموظف العام أثناء عمله كما يتناول مشروع القانون الجديد تنظيم الصحافة والطباع والنشر من حيث إصدار الصحف والتي يقسمها مشروع القانون إلى صحف ورقية وصحف إلكترونية وبعد العرض الذي قدمه وزير شؤون الإعلام حول مشروع القانون أعلى فقد أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني إلى اللجنة الوزرية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام برئاسة سمو الشيخ عني بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ثالثا حال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين ومجلس التعليم العالي في جمهورية تركيا بشأن التعاون في مجالية تعليم العالي والبحث العلمي رابعا حال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبين مجلس شورى المفتين لروسيا خامسا وفق المجلس على تسليم المنتفعين لشهادة الاستحقاق للوحدات والشقق السكنية وجميع مشاريع الإسكان حال اعتمادها من قبل الحكومة الموقرة أو حتى أثناء إنشاء وذلك على النحو الوارد في الاقتراح برقبة والمرفوعة بهذا الخصوص من مجلس النواب